ها هي جمعية درب الجبل تمضي في مسارها للتعريف بالجبل اللبناني للسنة السابعة على التوالي مشاركون يزدادون كل عام للتعرف على طبيعة ساحرة لجبال لبنان سهوله وأوديته الأحد كان المسار في محمية أرز الشوف مناظر خلابة أرز معمر وآخر حديث أبهر المشاركين أرز ومحمية أرز الشوف تنمع بشكل طبيعي ما بين 1200 إلى 1800 متر من ثلاثة إلى سبع سنطي سنويا أكبر مساحة بمحمية يقطعوا فيها من عين زحلتها للبروك للمعاصر يعني عندهم ثلاثة أيام بدهم يمشوا بمحمية خمسون مشاركة من بينهم أجانب ينتمون إلى 12 عشرة جنسية لا يخشون زيارة لبنان وتعرف على التنوع الذي تكتنيزه أرضه أنا أعلمني بشكل طبيعي أن تتحب في المساركين أعلمني بحب البعاء والتبعاء أعلمني بحب البعناني أعلمني بحب البعناني كثير تختار جمعية درب الجبل عنوانا كل عام لمسارها الذي يمتد شهرا من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس وهذا العام اختارت عنوان الحفاظ على المواقع التراثية أول كان مر ساركيس وباخوس والتاني كانت ألعت أفقى والغوين وبعد عنا بحسبية عم نجرب ننظف شوي حدهم للجمعية سفراء فخريون يخدمون أهدافها خارج لبنان كل عبر طريقته سعني مجال بساوي معرض ببلجيكا لأنني ساكن ببلجيكا وفي ناس بيجوا بيتفرجوا على الصور هذا الجبل اللبناني بكل طبيعته قلة قليلة تدرك غناء وقد أن الأوان كي يتعرف اللبنانيون على وطنهم الصغير بحجمه والكبير بتنوعه